اشتركوا في القناة اخيرا ميدانيا على مسؤول المؤسسات المدرسية خلص الاجتماع لجراءات استباقية لمواجهة تفشي اوميكرون حيث قرر الرئيس الجمهورية عبدالجي التبون تعليق الدراسة لمدة عشر ايام عبر مدارس الوطن ابتداء من اليوم والى غاية يوم الخميس اي من صبيحة 25 ينار جونفي الى غاية 27 جونفي مساء اولا للخوص في تفاصيل القرارة وعكاستها لطويق الوباء اسعد باستضافة ضيوف الكرام عن يميني الاستاذ مسعود بوديبة ممثل عن نقابة الكنابس ارنات قراصمي مرحبا بك شكرا جزي على تلبية الدعوة عن ياساري الدكتور لياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرحبا بك شكرا جزي على تلبية الدعوة وان شاء الله تترين الجلب الصحي في هذا النقاش اضافة الى الاستاذ سعيد برقية رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر وانت موثم عن الجالية الجزائرية سنتناول معك كل ما يخص تدبير التنقل والسفر عبر المطارات من الجزائر الى الجزائر يعني من خارج الوطن الى الوطن شكرا اخ استاذ برقاس بعد هذه الدعوة الطيبة من خلال هذا المنبر الطيب وحيي جميع الجزائريين ومشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن مرحبا بك فبداية ابدأ معك سيد مسعيد بوديبة بالنسبة القرار اتخذ رئيس الجمهورية هو قرار يعني قرار حكومي وقرار رئاسي يعني استباقي لمواجهة تفشي الفيروس خاصة بعد بداية تسجيل بعض الحالات في المدارس يعني هو قرار سيساعد اكثر ربما في تطويق العملية حتى نتفدى ما هو اخطر فما هو تعليقكم على توقيت القرار وفائدته على بدارسنا وتلميذنا سيد طبعا هو الواقع اليوم في الوسط المدرسي وحتى في الوسط المجتمعي هو واقع مقلق خصوصا على الانتشار السريع والواسع للوباء ولذلك نحن نرى بان قرار تعليق الدراسة لمدة 10 ايام هو قرار صائب واكتر من ضرورة اكتر من ضرورة ونحن نرى بان انتشار الوباء يأخذ منحة صاعدي وغير متحكم فيه هذا الامر او هذه الفترة او هذا التعليق نحن نراه ضرورة لاستغلاله في توفير اجواء صحية امنة لابناء التلاميذ وللأساتذة ولأفراد الجماعة التربوية توفير المستلزمات الصحية توفير الوسائل الصحية لتطبيق البروتوكولات الوقاية الصحية اليوم المؤسسات التربوية تشهد منذ الفصل الاول غياب شبه تام للبروتوكولات الوقاية الصحية غياب شبه تام حتى توفير جواء للتأسيس لمبادئ البروتوكولات الصحية غير متوفرة على غرار مبدأ التباعد معناها عندما ندمج الافواج او عندما نرفع عدد التلاميذ معناها مبدأ التباعد وهو مبدأ اساس في تطبيق البروتوكولات الصحية يصعب تطبيقه على مستوى المؤسسات إذن توفير المستلزمات والوسائل الصحية يسمح لنا بتطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية وفق الشروط الصحية المطلوبة استغلال هذه الفترة بتعقيم المؤسسات، تطهير المؤسسات، نظافة المؤسسات استغلال هذه الفترة لإعطاء الفرصة للجميع للقيام بالاختبارات التشخيص الفيروسي لأن اليوم الأعراض موجودة الجميع مشتبه فيه لكن يجب أن نضبط هذه الأمور من خلال التشخيص ولذلك نحن طالبنا باستحداث مراكز للاختبارات التشخيص الفيروسي معناها للتحاليل من أجل هذه المراكز بصفة مجانية للجميع يجب أن نفسح للجميع القيام بهذه الاختبارات حتى نضبط عملية انتشار الوباء عن المستوى المجتمعي وهناك مرافقة الأمر هذا ونظهر بأن هناك مرافقة للأمر كذلك نحن نطالب بتفعيل اللجان العلمية وضبط مهامها ويجعلها في خدمة المؤسسات الطربوية بالصهر المستمر على متابعة الوباء على متابعة انتشار الوباء وعلى رصد المصابين بالكوفيد واذا كان قاطعك سيد بوديبا هل ترون أن التدابير في البداية اتخذت لما كانت مع الدارتا أو قبل الدارتا في البداية الجائحة هناك إجراءات تأخذت عن مساء المدارس وهناك إجراءات وقياء ثم لما ربما تسهلنا في الإجراءات عادت ارتفاع الإصابات نحن عايشنا هذا الأمر وشاركنا حتى في إعداد مخططات من أجل إنجاح سيرورة سنة الدراسية في السنة الماضية كنا لا يمكن أن نبكي على المدارس مغلوقة لمدة ثمانية أشهر وساهمنا من حيث اختصاصنا ومن حيث المقترحات التي قدمناها من أجل وضع مخططات استثنائية تتوافق أو تسمح بتطبيق البروتوكولات الوقاية الصحية بالمقابل كنا نطالب بتوفير الإمكانات المادية والبشرية قلنا بأن المخططات الاستثنائية لا يمكن أن تنجح إذا ما وفرناش المستلزمات والوسائل الصحية مستلزمات من ناحية التعقيم يعني كانت مرافقة التعقيم وكذا في المدارس بالبدايات يعني للواقية للبافات يعني الكمامات نعيشها في البدايات ثم بعد ذلك يكون هناك إهمان للأمر ربما تاريخ على مستوى كل مدارس الأمر الثاني الأمر الثاني توفير المناسب المالية لأنه بالقطاع التربية يعيش شغور كبيرة على مستوى المناسب لما نروح للمخططات الاستثنائية معناها مضاعفة الشغور إذن ضروري توفير المناسب المالية من أجل إنجاح المخططات الاستثنائية هذه الأمور لم تتم بالشكل الذي كنا نحن نطلع إليه أستاذ مسعد من مناسب المالية مثلا من مناسب المالية يعني يفترض إجراءة الوقاية قم بها الأستاذ مع التلميذ يعني لماذا مناسب المالية؟ مناسب المالية نعرف بأن قبل هذه الجائحة كان هناك سياسة للتقليل من المناسب المالية في قطاع التربية الوطنية بعملية دمج الأقسام دمج الأقسام هو الذي يولد لنا الأكتظاد لما نجد قسم فيه 60 تلميذ 50 تلميذ 55 تلميذ هذا الأمر منين جاي هذا الأمر؟ أنت أربما تطلع قضية أخرى يعني قضية قضية الاكتظاد في المدارس يعني نعم الاكتظاد اليوم اليوم القسم لما يكون فيه القسم لكن الحل بالتفويج كان الحل يفترض؟ هو حل لكن باش ينجح باش ينجح للعمل لازم يكون الأساتذان متوفرين باش قدروا نغطي كل الأفواج الفوج هو شرع على مستوى قطاع التربية الوطنية بنفس التعداد نريد أن نسير أن نسير مؤسستين في مؤسسة واحدة هذا غير ممكن لما نروح للتفويج معناها القسم اللي فيها 40 يصبح فوجين القسم اللي فيه 60 يصبح ثلث أفواج ولذلك هذا يطلب فتح مناصب مالية جديدة مع العلم أنه عندنا شغور قبلي شغور قبلي موجود لذلك نحن هذا الأمر لما ما نعطيش أهمية هذا سبب خلل على مستوى تطبيق لبروتوكولات البقائية الصحية وهذا هو الشيء اللي يخلي نوعا ما ظاهريا بأنه هناك إهمال أو هناك نسير مريش للتزمية الحقيقة أن الواقع اللي موجود هو اللي صعب الانتزام على مستوى عيش سيد مسعود ربما هذا أمر في قضية توظيف الأساتذاء ربما هو أمر يعني هناك أمر استعجالي استثنائي فربما لو نجد ربما التنسيق مع الجنب مع الجنب وزارة الصحة مع المنظومة الصحية نحلو لك الدكتور ليس مرافقت هذا الأمر أولا نعطينا التشخيص الوضعية الوبائية يعني وراه واصلة ثم نشوفه بالنسبة وشيء يذكر الأخ مسعود هل فيه ربما هل يحتاج الأمر تكون التنسيق بين مثلا مديريات صحة بالولايات عبر الولايات مع مديريات التربية بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولا نخليني ننطلق وين توقف زميلي أستاذ بو ديبا وفي قطاع التربية وقطاع التربية مرتبط بتطبيق بروتوكولات صحية ويقائية وهذه البروتوكولات الصحية الوقائية موجودة في كل القطاعات لما لا تطبق هذه البروتوكولات الصحية قطاع الصحة يعني هو ليستقبل كل التابعات والتابعات أنا شاطعك الرأي أستاذ مسعود الآن حبي يروح للجنب تحت التوظيف أنا قلت له ربما هذه البروتوكولات الصحية لم تلتزم بشكل جيد لا 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 هو مرتبط هو مرتبط لما تكلم عن الاكتظام الحاصل بسبب نقص مثلا الكادر التربوي البداغوجي ولا احتل الموظفين آخرين في مؤسسة تربوية نعم يخلي أنه أنه ما تقدرش يعني ما تقدرش تتوفر شروط تطبيق مثلا التابعات الجسدي نعم هذا التابعات الجسدي بين الأشخاص كانوا مربيين ولا كانوا تلاميذ ولا طلبة هذا جانب نظن عنده عنده مكان يعني في الكلام لي قالوا أنا شاطر الرأي ولكن أنا يقول لما لا يطبق البروتوكول الصحي في قطاع التربية مثلا كما لازم لحال لا يطبق في قطاع النقل لا يطبق في قطاع الإطعام ولا يطبق في التجارة يعني في كل في المسجد يعني في كل مجالات ووش رح يكون رح يكون ارتفاع في الحالات هل يقول كنت شل عدوى بسرعة يرتفع عدد الحالات المرضية وين تروح إلى الحالات المرضية تروح إلى قطاع الصحة أنا باش نجيو باش نبدأ لك من من الصورة هذه اليوم قطاع الصحة يعاني ضغط يعانيه من ضغط كبير على مسؤول مرافقة الصحية المرفق الصحي الصغير هذا كقاعة علاج المرفق الصحي المتوسط عيادات متعة خدمات المستشفى العام المستشفى الجامعي المراكز انت على المصالح ولا الوحدة انت على إنعاش كلها تعرف يعني مستوى تعتشبع مشي لكل ولاية بنفس الشكل والحمد لله يعني مزيئة ما رناش في هذا المستوى ولكن الولايات الكبيرة المدن الكبرى مستشفياتها مصالحها الصحية تعرفها تغطى رهيب وراه غير يزيد لما المواطني يتبع معنا وكنا في منذ شهر نتكلم على متوسط انت 200 حالة مرضية يعني إيصالة بالكوفيد اليوم تحولنا إلى أكثر من 1300 حالة يعني أمس مثلا رقم المؤلد عنه رسميا شوف الفرق بيننا كين قولوا كل يوم مثلا عنا معدل انت على 500 ولا 600 ولا 700 حالة جديدة كل يوم من الحالات الجديدة هذه يعني تقريب 20% الأقل منها تصل إلى المستشفى نحي 20% من ألف عندك 200 كل يوم عندك 200 لازم يروحوا إلى المستشفى ومنهم من نسبة لازم تروح إلى إنعاش إذن الوسائل المتوفرة الإمكانية متوفرة كانت مادية ولا هيكل ولا مستلزمات ولا بشر يعني نتكلم عن مهنيا باش نقول لك نركز على شيء اللي قالوا يعني رح نوصلهم بسرعة إلى حالة من الإرهاق والتعب إضافة إلى كون أنوهد المهنيين فيهم كثير من المرضى كذلك كل ما تطلع الوضعية الوبائية يعني تتعقد للأسوأ كل ما يكون فيه إصابات بعدد أكبر في المهنيين اليوم مرة نتكلموا على معدل يعني بين كل مؤسسة صحية تقريب 20 إلى 30% من المهنيين رام غيبين عن العمل بسبب العدوى يعني لما يمرض مهني لازم نخرجوه من السلسلة عن العمل باش ما يعديش واحد أخرين وما يعديش مواطنين واحد أخرين يعني يعني يقدر الطبيب ولا الشبه التبية ولا العاون إلا كان مصاب يعدي الناس ليخدموا معه ولكن يعدي كذلك مواطنين جاءوا يعني ما عندهمش الكوفيد جاءوا لي أمور أخرى ذلك عنا نقص في العدد يعني ثنتان مهنيين موجود مقبل ولكن زاد تفاقب مع هذا الوضع الوضعية في حالة من الإرهاق فيه تعب فيه ضغط كبير على استهلاك المستلزمات الطبية الصيدلانية كانت حتى الأكسجين في بعض المستشفيات ومصالح وفيه كذلك ضغط كبير على مستوى التوفير السرة للإستشفاء وخاصة على مستوى المصالح التالي ناجح دكتور ليس لا أسمع ليش فاصل إشهاري ونعود إلى النقاش مجدد عبدتني للنقاش مشاهدنا الكرام دكتور ليس مرابط سأعود إليك بالتفصيل فيما يخص الوضع الصحي وكل ما يخص بالوضعية الوبائية خليني فقط أطرح لك سؤال سيد سعيد برقية رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر وأنت تمثل جاليتنا بالخارج كيف تقيم الإجراءات المتخذة مؤخرة من قبل السلطات بفتح وإتاحة السفر لكل جاليتنا متوجدة بالخارج خاصة بعد ما ذاقت بهم السبل وفالاتصال بعائلتهم وزيارة ذويهم والله أستاذ القسم حقيقة أنه لا أحد يختلف على أنه جاحت كورونا في بدايتها تعاملت معها كل الدول يعني بإجراءات صاربة غرق الحدود الجزائري كانت من بين الأوائل في العالم اللي اتخذ قرار الغرق التام يعني يعني ولا حركة بين الحدود البحرية ولا الجوية ربما كان قرار صائب كان قرار صائب وتفهمناه ولكن الأمر الأشياء بمسمياتها لأنه جاليتنا مقيمة في أوروبا الدول الأخرى أوروبية تعاملت يعني وسيرت مرحلة هذا الكوفيد يعني مع جاليتها مقارنة مع الدول الجزائرية هو ما جعل جاليتنا يعني يقوى عندها الاحتقال لأنه حتى وإن كانت الظروة يعني في قمة ربما الإصابات وغير ذلك كانت هناك تنقلات يعني بين الميناءات الموانئ والمطارات الأوروبية يعني بنتهم ويعني طبقوا فقط بروتوكولات الصحية الوقائية البيسيار وغير ذلك إذن جالية شافت الإجراءات وشافت الدول تصيرت بهذه الأمور وبالتالي قارنوها مع الجزائر جزائر لا جزائر لم تتعامل مع هذه البروتوكولات وتأخرت يعني في التعامل نتكلم معتها بعد سنة ونصف وسنتين وبالتالي والشيء الثاني اللي ربما يحسب لجاليتنا لأنه العدد كبير يعني كلما كان العدد كبير كلما كان الضغط كبير الجاليتنا تتنقل في كل 24 ساعة إنساننا خاصة مع فرنسا مع فرنسا إسبانيا وإسبانيا إذن تأخر الدولة الجزائرية يعني في تطبيق البروتوكولات وفتح الحدود كما قلت وما مجعل الجالية تقارن تسيير رحلات يعني في دول أخرى بالرغم من أن الإصابات كانت كانت هائلة يعني ما منقرنوهاش بالدولة الجزائرية نعطيك رقم الآن يعني رقم منخفص جدا في إسبانيا مثلا هذا على السبب المثال في 24 ساعة الأخيرة رهو 158 ألف 24 ساعة الأخيرة و160 وفايات مقارنة بالجزائر 1459 أكيد أنه الرقم ما هوش مضبوط لعوامل أخرى ربما ممكن نفصلها ولكن نحن في أرياحية يعني والشيء الإيجابي الثاني أنه أنه الجالية استقبلت هذه الإجراءات وهذه التطبيق ربما حتى ولو كانت متأخرة بأرياحية وربما كم شهادة دخول الجالية أو الباخرة على فالونس يعني عرس يعني يعني فارح بالرغم أنه كانت قنطة من قبل ولكن فارح ولكن الحمد لله الآن الأجواء مازال مفتوحة ولا أظن أنها سوف تغلق لأنه الآن ربما الإحصائيات وربما الأمور التقنية والعلمية وما يجري وخاصة مع هذا المتحور الجديد أوميكرون ربما ما هو خطير إلى درجة أنه يعدي خطورة أوميكرون وقاطعك سيد معذيرا نعود للدكتور رياس أولا قبل ما تعطينا خطورة أوميكرون وكذا العدد الذي ذكره الأستاذ سعيد أعتقد أنه عدد الحمد لله هنا في أرياحية إذا كان نحكي على 158 ألف حالة مقارنة بألف حالة في الجزائر إذا كان نقول صح الرقم ربما ولكن أحسن أرياحية بالطبع والحمد لله هذا شيء يفرحنا كميهنيين أولا كميهنيين كميهنيين لأنه عيشوا حياتنا بشكل عادي كنت نتكلم لك مقبلا يطلق لك صورة مبسطة لما يجري حاليا بالوضع يالوبائي يرا يضرك وكان كنا في مستويات هذه البلدان مثلا في إسبانيا أو في في ألمانيا وصلوا الخمسين ألف حالة يوميا منذ أسبوعين خمسين ألف حالة يوميا في اليوم لك حيث ونفقت كبير على القطاع الصحي أحمد لله لا مرناش في هذا المستوى رغم أنه قلت الأرقام التي تعلن رسميا على لسان ومثل وزارة الصحة هي أرقام ترتكز على تحاليل PCR رسمية وباعتراف المسؤولين نرى في الميدان نرى في عشر حالات كان من المواطنين كان واحد يدير تشخيص الآخرين نعطيهم علاج مباشر لأنه يباين واحد مريش في العائلة حالة تعور بما ماش كبيرة يعني ما تستهلش أنه وزيد دحفين وفيه جانب مادي كذلك كثير من المواطنين يعني ما ما نقدرهم أنه يديروا PCR لفردين ثلاثة ربعة في العائلة بالنسبة PCR في هذا الإطار تم تخفيض أعتقد تخفيض السلطات أعلنت أنها سترافق أنه هناك مثلا مخبر في العاشور في العاصمة هنا الحمد لله أنه خفض الكشف إلى غاية ألف دينار يعني مئة ألف شكرا هي شوف بيان مجلس المزارع أمس يعني من توصية لإخضاها السيد رئيس الجمهورية أنه لازم يكون فيه رفع من مستوى التشخيص وتوفيره في كل مكان هذا شيء شيء مليح لكن نحن بدنا نضيف شيء كمهنيين كمواطنيين كمؤمنين اجتماعيين بدنا كذلك يكون يتقدم مجانا للمؤمنين اجتماعيين يتقدم مجانا للناس اللي ما عندهم يعني عن طريق التضام الوطني وهذا حبار اقتصاد الوطني بصفة عامة يعني لأهمي الصحة الأفراد لأنه لأنه التشخيص هو من بين أدوات مواجهة الوضع الوباعي صحيح ما وشكين تكلموا على إسبانيا كما كان يقول الأستاذ ومشكور قال 148000 159 159 تقريبا 160000 حالة حب يقول مستوى تشخيص كبير ممكن في 300000 تشخيص لقاو هذا العدد حب يقول رأينا نتكلموا على مستويات تشخيص لازم تكون متوفرة لمواجهة الوضع الوباعي باش كنت تكون عندك قراءة آنية باش تعرف وراه البؤر الجديدة تعرف كيف تحتويها تعرف ربما هذا الإجراء اللي دار رئيس جمهورية في الإطار هذا ربما يسمح لنا باش نعود ونقيم الوضعية الوبائية بشكل عام خاصة توقف دراسة في المدارس نتمنى ذلك إجراء استباقي يعني استباقي للمواجهة الإجراء هذا لابد منه ولكن كذلك الإجراء هذا لازم يتوسع إلى أمور أخرى رانا نشوف فيها ماشي منتبقى يعني حول المدرسة اللي غلقناها مؤقتا حولنا الأطفال إلى المدارس رانا نشوف حول المدرسة في الموحيط المباشر فيه لا مبالاة فيه هذه ترجع للوعي الوعي المواطنين المواطن يكون مسؤول يعني يكون مسؤول أغلب المواطنين يعني ما مش محترمي الإجراء الوقاية وهي بسيطة جدا الكمامة بصفاء بصفاء أخص البروتوكولات الصحية اللي يعني بتكلمنا عليها مقبل في كل قطع في كل نشاط كان بروتوكول صحي خاص به الوسائل الميش متوفرة تطبيق ما وشو اسمه كالصرامة مرافقة مراقبة الوعي التحسيس هذا السؤال سأعيد أمسعود لكن قبل ما نعيد لك سؤال أعطينا الوضعية تشخيص الأميكرون أعراض التعوب باش المشاهد يعرف ما هي الأعراض بالضبط يعني الأميكرون شي المتداول يعني عناه في بلدان أخرى اللي بدأ عندها هذا الانتشار هذا الفيروس الجديد من تلعقى من إفريقيا الجنوبية يعني وبدأ عندهم يعني تشخيص وما اللي يكتشفوا هذا المتحول الجديد إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا يعني بصفة عامة الأعراض هي أعراض التنفسي العلوي العلوي يعني الجهاز التنفسي القسمي إلى جزئين العلوي يعني الفم والحنج وراء والأنف وفيه الجهاز التنفسي السفلي يسكننا بلحنا لبومو يعني الرئتين الشي الملاحظ أنه الأعراض يعني في أغلب الحالات هي على مستوى الجهاز التنفسي العلوي رغم أنه فيه كحة فيه يعني بعض الحالات يصاب المريض مشاكلة على مستوى الرئتين ولكن سعال ولكن مرتبط بالقصابات الهوائية العلوية فيه التهاب في همضغ يكون فيه سعال فيه حمى ما من الحمى يعني شفنا أنه يومين ثلثي يام على الأكثر يعني المرضى الكل يقولك يعني يومين ثلثي يام كنت حمى وفيه كذلك ألم في المفاصل في التعب سوداع في الرأس الموجود سوداع في الرأس ياتيك الصحة كان بعض الحالات خاصة عند الشباب والأطفال شفنا بللي عندهم قي وعندهم إسهال حالات يعني نادرة هذه حالات يعني عند الأطفال والشباب خاصة الشيء الملاحظ كذلك وهو سرعة الانتشار يعني الشيء اللي يكون نشوفوه مقبل مخالف تماما ولكن يقولوا بلي أقل حدة يعني يقولوا أقل حدة لشان نقول لك باللي انتشار موجود ولكن الحدة بتاع المرض كين نقولوا الأعراض انتعوا خاصة بالجهاز التنفسي العلوي هذا يقول لأنه ما فيش أخطر ما فيش أخطر لأنه كان يروح للبطن ويروح للأجهزة الأخرى المرضى اللي نحولوهم المستشفيات عادة يعني فيهم الشباب فيهم نسبات على الشباب الثانيك لبس بهاي فولوا دير ولكن الأغلبية الناس كبار والناس اللي عندهم أمراض مزمنة يعني رانا نحولوهم المستشفى ولكن الملاحظ كذلك حتى عادة مستوى المستشفى وقاعة الإنعاش مرامش يستهلكوا الأكسجين كما كنا مع المرضى اللي الحمد لله حتى الأكسجين ان التجربة الأولى سمحت لنا باش نديروا مولدات أكسجين عبر الأكسجين كل مستشفيات يعني كانت حاجة إيجابية بالنسبة لنا صحيح هي طاقاتنا بالنسبة للتوفير المدى يعني ارتفعت حتى على مستوى المصانع والمؤسسات اللي تنتج هذا المدى كان فيه توجد تعليمات يعني تسخير بعض المؤسسات باش ترفع من المستوى الإنتاج عن المدى وفيه المجتمع المدني تحرك يعني كان الناس ربي يجزيهم يعني قدموا مولدات وقدموا مولدات صغيرة ومولدات كبيرة حتى موحسينين وحتى اقتصاديين فيه شركات شركات خاصة عمومية كذلك يعني باشرت بهذه الإعانات وهذا اللي قلت يعني أرفع من المستوى أن يتوفيرنا لهذه المدى وهي ضرورية حيوية للمرضى آخرين كذلك ما يشغل المرضى تلكوفيد وربما هذا الوعي اللي في الجنب الصحيح رجعه للأستاذ مسعود يعطينا الوعي على الجنب المدارس كما قال الدكتور ليسمر رابطاً الآن إذا كان خلينا الأولاد يعني تلاميذنا سرحناهم كما قلوا راحوا لبيوت والمنازل لكن الأسف شديد في الشارع هذا الطفل اللي خرجناه من المدارسة راح موجود في الشارع الآن ألا ترون أنه من مسؤولية قبل تسريح تلاميذ توعية الأولياء على أقل باش يحفظوا على أولادهم يعني نحن أتذكر في دم ما أعلنه عن تقديم عطلة الربيع بتاريخ 12 مارس 2020 نحن كنا ضد التقديم أنا ذاك وقلنا بأن الأولوية هي للتوعية والتحسيس لماذا لا نستغل الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين من الفصل الثاني في توعية أبنائنا هذا الوباء كوفيد ما يدى يمثل ما هي تحضير أولي لأبنائنا التلاميذ ونحن نعرف بأن الأبناء لهم تأثير على العائلات العائلة صحية وبالتالي نعكس على العائلات إذن نحن من النحية البيضاغوجية دائما نعمل على مسألة إرساء تقافة صحية وفي نفس الوقت نعرف بأن إرساء التقافة الصحية بالأساس ينطلق من المدرسة معناها حرصنا نحن على تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية والإنفاق في هذا المجال على مستوى المؤسسة التربوية يدخل في هذا المجال البيضاغوجي قلنا بأنه يجب أن نعمل وننفق من أجل إرساء تقافة صحية التلميذ له تأثيره على العائلة معناها ينعكس على العائلة وبالتالي ينعكس على المجتمع إذن إذا أهملنا هذا الجانب الآثار اليوم نعيشها في المجتمع والنوية الأساسية والتلميذ حتى مسألة التركيز على التلقيح وننسب للمسألة الأساسية هي مسألة التقافة الصحية لأنه مهما حتى اليوم الجميع يعرف بأن اللقاح يقدر يفيد الفرض داتيا لكنه لا يمنع من الإصابة ولا يمنع من أنه يحول ولذلك في الأساس نحن نراه هو كيف نؤسس لتكون استراتيجية مدروسة كيف نؤسس لتقافة صحية انطلاقا من المدرسة الجزائرية المدرسة لننفق على توفير البروتوكولات اللقاية الصحية حتى ممكن نستغل الفرصة ونستغل الفرصة كما ينبغي فرصتنا في المجتمع الجزائري من أجل بسط قواعد صحية انتهى الوقت ولي حماية المجتمع وتأسيس التقافة الصحية انتهى الجزء الأول من النقاش سنعود إليكم شبه الكرام بعدها في الفاصل عدنا بكم مشاهدنا الكرام لهذا الجزء الثاني من برنامج من الجزائر لنقاش كل ما يتعلق بإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون نعود بكم مع ضيوفنا الكرام نعود معك سيد سعيد بن نرقية رئيس استحاد العام الجزائريين بالمهجر بالنسبة لإجراءات التلقيح التي تتم بالنسبة للمسافرين هل ترون أن الإجراءات الآن ميسرة لكل جليتنا للتنقل منه إلى الجزائرين؟ والله فرق كبير يعني برنامج مثلا دائما نحصر الأمثلة نتكلم عن الحالة إسبانيا الآن في نسبة متقدمة جدا نتكلم عن الفازة 94% يعني من الملقحين يعني بطريقة سالسة عن طريق استقبال رسالة نصية في الهاتف تاك يعطوك الموعد يعني وتروح وتدير للإجراءات يعني تعلق الفاكسا كين الفاكسا تعالي تعلق واحدة فقط وكين تعالي تعلق جرعتين ولكن أنا أقول لك فيه بعض الجاليتنا نتكلم على المتخوفين أكيد أنا ربما هذه أرقام أنا وقفت عليها متخوفين يعني نفس التفكير في الجزائر داخل الوطن رأي تفكير خارج الوطن يعني يجنبوا هذا الفاكسا ولكن نقول باللي التلقيح رأي موصل إلى مرحلة جيد جيد متقدمة مع ذلك رأي الحالات رأي موجودة نتكلم عن العدد المرتفع اللي تكلمت عليهم منذ قليل في وقت اللي في جزائر لأربعة مش عارف النسبة المئوية أكزاكت هنا في الأخوة وقيلة أربعة في المائة ولا مش عارف اللي رأي ملقحين وألف يعني ألف نعاود أنه موش رقم رقم ربما نضربه في ثلاثة نضربه في ربعة لأنه ممكنش ربما طريقة تعامل غير ذلك ربما تفتح قضية العقلية يعني تقبل التلقيح ربما هذا نعم نعم لأنه هناك شرخ يعني هناك مشكل يعني خصف التواصل الاجتماعي تخرج فيديوهات من هنا من هناك أنا دائما كنت عامل معها أنه الشيء اللي رأيه يسرى وتشويه الجروعات يعني وتعم على أنها تضر ومتنفعش أنا نقول دائما ما هوش منطقي لأنه العلم هم متطور العالم كامل قام بالتلقيح لأنه هدو كلهم متهورون هنا إذا كان اسمح لي أستاذ السعيد وحل الكلمة إلى الدكتور لياس مرابط بسيفتك كطبيب خلينا نقول قضية التلقيح الآن الناس ما زالت يعني في العالم مش في الجزيرة فقط لأنه نعطي مثال مثلا منذ أيام فقط توفي لويجي ماريلي القيادي البيرس في حركة لنحرر إيطاليا المناهضة لتطعيم ضد كورونا متأثرا بالفيروس يعني توفى لأسف هذه مع أنه كان يقوم بحركة لمناهضة أو يعني يرفض تطعيم لكن توفي متأثرا بالفيروس الآن القضية لم تصبح جزائريا فقط وإنما هي قناعة إنسانية كإنسانية بسفة عامة لقبول التلقيح من عدمه خاصة من قوسين فتح قوسين حكاية مثلا مخابر تستغل الوضع للأرباح والثراء وغيرها هذه أشوف كان معادلة الإنسان في كل معادلة كان أمور كيف يقولون يعني معادلات نعم فيهم أرقام متغيرات المعادلة فيها متغيرات المعادلة اللي رأينا فيها اليوم أنه عندك وباء سببتها هو فيروس ينتشر مفتعل أو غير مفتعل فيروس لنأمل بالواقع مفتعل كما قلت مؤثر فيها من الخارج مخابر عالمية ولا غيرها المهم موجود المهم أننا كميهلين كقطاع صحة عندها عدد من المرضى في المجتمع لازم نتكفلوا بهم كل واحد بالمستوى تعقيدة المرض تاهم وبعد نتكفلوا بهم حسب الوسائل المتاحة لحسب الوسائل المتاحة في مثل هذه الأمراض من بين الوسائل المتاحة هو التلقيح كل الأمراض الفيروسية العلاج الانتاحة الأساسي في احتواء الوضع الوبائي لأنه تنتشر بوضعية وبائية هذا هو المشكلة الانتاحة نعم العلاج الانتاحة هو الفاكسن لما تكلموا عن الفاكسن أنت ضد الفيروس كورونا الفيروسات الكورونا معروفة منذ أكثر من 60 سنة شيء جديد ما اكتشفناه الإنسانية ما اكتشفيته اليوم منذ 60 سنة وهذه الفيروسات التاجية معروفة ومعروفة عليها أنها تتحور تقريب كل عشر سنوات منها تظهر منها تظهر فيها طفرات تخليها تنتشر بالصفة لتخلق وضعيات وبائية ولكن بشانت ضمن المواطن هل حقيقة الآن فيه تراجع للمتحور هذا؟ نعم نقول نجاومك على السؤال هذا ولكن حبيت نركز على حاجة مهمة اللي فاكسن كيما الفاكسن تالفيروس كورونا كيما الفاكسن تالا غريب الفاكسن تالا غريب الهدف منه ما هو انك يمنعك بش تصاب بالا غريب تقدر تدير الفاكسن تالا غريب كل سنة ولكن تصاب الفايدة انتال الفاكسن هذا كان يخلي في الجسم انتاك يعني يمشئ ولا يولد يعني مضادات حيوية كوريات كان ثاني في المناع انتاك كان أجساب مضادة تحميك ضد الفيروسات هذه لدخل تتأقلم الجسم يتأقلم هذا لنساك يكون ملقح ملقح يرفع من مستوى المناع انتاعه لما يستطيع المرض عرض ان اخفي واشه الذي يمرون إليها المؤكد في كل الدول بدون استثناء في اوروبا في الولايات المتحدة في امريكا في الصين لان رأينا نتكلم في فرنسا هسبانيا وايطاليا ولا احد رأي يتكلم على الصين ولا احد رأي يتكلم على اليابان ولا احد يتكلم على كوريا ولا احد يتكلم على ماليزيا وهي بلدان الجوار بلدان الطوق مع الصين بداي الوباء بد lambda هذه البلدان. نعم. اليوم حتى وحد ما يتكلم علش. لانها بلدان كانت عندها استباقية. الاجراءات اللي اخذتها كانت ناجعة. بما فيها الاجراء الاساسي وهو التطعيم والتلقيح. اذا التلقيح عند اعطاه نتيج في الصين وفي هذا البلدان اعطاه نتيج في اوروبا. اليوم رأنا نتكلم عن الناس اللي ما زالت تفكر عند عقلية ضد التلقيح وهذا حقها. نعم. ولكن في كل هذا البلدان المعدل في اوروبا اليوم فوق 74% يعني المواطنين تم تطعيمهم في الاتحاد الاوروبي. اكثر من 74% من المواطنين في الاتحاد الاوروبي تم تطعيمهم. كان بلدان كما اسبانيا تجاوزت 90%. ولهذا الوفيات نقصت. لإصابات ما زالت. ولكن الوفيات نقصت. نذكروا بذلك الوباء في 2020 كنا نشوفوش كان صاري في اسبانيا وفي ايطاليا. هذين البلدين كانوا يحصيوا بالالاف الموتى يوميا الالاف الموتى يوميا اليوم بعد المرحلة اللي وصلوا لها من التطعيم بالإجراءات الأخرى. طبعا. نحن نحن نتلقيح أنا شخصيا نتكلم على نفسي وعلى الموحيط نتاعي وعلى العيلة نتاعي. الكل در تطعيم بما فيها الجروعة تنتعى الدام. نعم. والحمد لله الحمد لله. من التجربة التي قدرناها في بلدنا الاف الناس تلقحوا. ما كان مضاعفة خارج المعتد. ما كان وضعيات تستذيع أنه نحن لا نقبلوش كعطباء أو المواطنين يسمون فينا لازم يفهموا باللي نحن نرى جزائري كما هم هم مواطنين خاوتهم وإخواتهم يعطيها للطبيبات لا نقبلوش أن المواطنين جزائريين نديرو لهم فاكسان باش نضرهم. ونحن نضرهم. باش نضرهم. نعم. رأنا في أكثر من عشرين ألف حالة إصابة في الوسط المهاني. وقدمتوا كثير من الشهداء الوبائي. حد الآن ربعة مياد لمؤكدة وفاتهم بتعقيدات المرض ربعة مياد وستواربائن حالة وفات. وهذه خسارة كبيرة عن جزائر وفي صارب. نضرهم بللي الفاتورة هادي فاتورة هادي وحدها تكفي باش نعرف بللي رأنا في احنا كميهنية تعقيدة الصحة معرضين أكثر من وحد أخرين للمرض وتعقيدات المرض لازم نكونوا محميين. صحيح. ولازم كذلك نوعي وحولنا المواطنين باش يروحوا للتطعيم. نعم. بالنسبة للقوة المقبلة المخابر. المخابر موجودة ليتبيع الدواء وليتبيع المراهم وليتبيع. تصنع باش تبيع. بانسير. المخابر لازم لها جزء من السوق. يعني حصتها من السوق. كل واحد يروج اللقاح نتاعه وماذا به يدير ترويج ترويج سلبي اللقاح نتاعه الآخر. هذا شيء بيحوى اللقاح نتاعه. ولكن كل اللقاحات اللي اندارت فادت الجزائرين. ولكن اللقاحات الكل. يعني بصفة عامة. اللي راه هي متوفرة في الجزائر والتي متوفرة في بلدان أخرى. أثبتت نجاعتها. نجاعتها. هذا شيء للمؤلل. ممتاز دكتور باش نمشي مع الوقت فقط تذكرت إنتاج مقبل اليابان. المركز الوطني الياباني لبوحث الصيحة الدولية يقول بلي أن المدخينين أكثر عرض للإصابة. خاصة النساء. المدخينات يعني. الحمد لله نظر بالنسبة للتدخين أنا نظر نتكلم كلمة تكلم عن تدخين. نتكلم على سرطان الرئة. نتكلم على سرطان المثانا. نتكلم على كورونا. أنا تدخين بصفة عامة. أنا من بينك طبيب. يعني رغم أنه أنا كنت صغير ومع الأسف مشيت في هذا الطريق وستعملت تدخين. نعم. ولكن كثير من الضرر. كثير من الضرر. شي اللي نقول. يعني كنا طالبة هذاك الوقت. كنا شوية. كنا شباب. يعني تستعملنا هذا. مشينا في طريق هذا التدخين. ولكن نقول ما في حتى فايدة إلا الضرر. بإضافة إلى الإنفاق هذا اللي ما عنده حتى معنا. يقدر الإنسان يديره في أمور أخرى تفيد العائلة. أو تفيده هو في أمور كثيرة. ولكن أنا شي اللي ما نفهموش. تدخين منذ سنوات. منذ عشرة سنين. منذ بالك مئة سنة. كل التقارير الطبية تقول بللي. تدخين مضر للسحة. حتى العلبات. العلبات تقول لك. لا لا لا. تقول لك التدخين يقتل. حتى شرعا. لوصلنا شرعا بالليرة. حتى شرعا لي أصبح محرم شرعا. لا لا إذا. زين الجانب هذا يا. ولكن تدخين مصانع تنتج. ونستبيع. نفس الشيء. هذا حديث آخر دكتور. ما عليك باش من نتشعبوش كثير. لا خلينا بركنا نبقى في الكوفيد. يعني في الكورونا. لك ساعد بركيا. بالنسبة للأمريكا. كان نصحة المركز الأمريكي. لمكافحة الأمرة. بالوقاية منها. بعدم السفر إلى 22 دولة. منها دولة كين سهيوني. أستراليا. مصر ألبانيا. الأورجونتين. الأورجواي بسبب ارتفاع الإصابات. ارتفاع الإصابات بكوفيد 19. والله أكيد هذا قرار ربما يحترم. أنه يدخل في إطار القرارات التي تراها الدولة والمتحدة الأمريكية. في حماية ربما الأمن القومي الأمن الصحي. أمريكا. أمريكا ربما أفتح قوسين. عانت. يعني نتكلم على كانت هناك معارضة شريسة. وهذه المعارضة. حتى يعني تلعب بالاستقرار الأمني تأمريكا. كانت معارضة شريسة. وبالتالي بالإضافة إلى تأثير هذا التعامل مع الاقتصاد الأمريكي. يعني خلى أمريكا تتراجع وتتنازل. ولكن في نفس الوقت تتخذ بعض الإجراءات. لأنه هذا الدول ربما ما كانش جالية كبيرة تأمريكا. التي تتعرض معها. ولا تتفرض عليها قيود. ولا تفرض عليها ربما الضغط. وبالتالي بريطانيا مثلا. الجالية البريطانية أمريكا في بريطانيا. وإسبانيا مرتفعة. هذه الدول الأخر ممسش إسبانيا وممسش بريطانيا. بالرغم أنه هناك خوف من مرضة فعل. وبالتالي أمريكا تأخذ قرارتها بما يناسبها. وكذلك كل الدول تأخذ قرارتها بما يناسبها. وهي مرحلة إن شاء الله نتمنى أن تفوت. تفوت بأقل الأضرار ولكن أضرار موجودة بالصوت والصورة. ونسألها للصحة والعافية. إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لبريطانيا. بريطانيا ببتداء المنسبة وعشرين من النار. سترفع أغلب القويت الصحية المفروضة. وفقا ما أعلن عليه الرئيس الوزارة بوريس جونسون. هذا الأربعاء أمس فقط. ومن الإجراءات المرتقبة. يعني لن يكون وضع الكمامة إزامية وإزامية موجب بالقانون. يعني ما تكونش إزامية وضع الكمامة. كما أنه لا يصير رسمية بالعامل بعد. ولا نشترى تقديم شهادة صحية لدخول المراقس وبعض التجمعات الكبرى. المهم هذا في بريطانيا. نعم. ألا ترون أنه عكس التوجهات المتحدة. نعم نعم. حتى بريطانيا كذلك كانت تعرضت إلى معارضة شرصة. يعني كانت هناك مظاهرات فعلا كذلك مست بالأمن القومي الداخلي لبريطانيا. أكيد القارات تتخذها بما يناسبها. ربما التراجعة الحالات عندها. نعم. بالإضافة إلى التراجع الحالات. ثانيا. سيطر على الوضع يعني. سيطر على الوضع. ولكن الكل يعلم بأنه هذا الفيروس رفيف في مرحلة نهائية. مرحلة نهائية. إن شاء الله الجزائر تسيطر على الوضع مع ذينا فقط. سعيد فصل إشاري ونعود إلى النقاح. إن شاء الله. إذن مشاهدنا الكرام كما ذكر سيد سعيد برقية كانت تحدث عن ما يحدث في بريطانيا واحتى ربما دول أوروبية أخرى. لأن تمشي نحو تشخيص يعني عام تشخيص جيد في بلدانها حتى تحكم في الوضع. رجعون لك سيد مسعود بوديباء ألا ترون أنه ربما هذه المدة التي اتخذها رئيس الجمهورية بإجماع يعني في اللقاء اللي تم مع مسؤولين أعلى مسؤولين في الدولة أنه يتم يعني مواجهة الفيروس وكإجراء استباقي للتحكم في الوضع. يسمح أن هذا الوضع باش أولا نحده من ظاهرة انتشارها في المدارس. حاجة ثانية أنه ربما دوركم كتربويين يعني الناس في الكامل في قطاع التربية يعني تدعيوا المهنيين باش يكونوا يعني في صورة أمثل باش يساعدوا في مواجهة هذا الوباء الحالي. طبعا نحن منذ اللحظات الأولى العمل في هذا المجال كان بهدف قلت إرساء ثقافة صحية والتزام للجميع بقواعد وشرط صحية لكن بالمقابل كنا نطالب بتوفير الإمكانات المادية والبشرية لذلك. الميدانيا ميدانيا كان هناك صعوبات كبيرة على مستوى المؤسسات المؤسسات بميزانيات شبه معدامة ما يقدرش يشري أبسط الأشياء الأقلام باش يدرسوا الأساتذة ما يقدرش أحيانا لازم يجيبهم وينتظر ميزانية أخرى وبالتالي فتوفير المستلزمات تطلب ميزانيات إضافية وهذه المستلزمات ليست فقط في الدخول لما يكون الإعلام ويكون دخول مدرسي وندير صور وبعد ذلك بعد أسبوع نجد الأمور تعاود ترجع إلى وضعها الطبيعي. الأمر الثاني نحن قلنا بأن المخططة الاستثنائية الأساس فيها هو التباعد. التباعد يتطلب أن القسم يتجوش 20 تليمية في القسم. الأقسام تعناك ويكون طعفوا الأقسام على أقسات قدير تكون 21-22 طاولة حسب حجم القسم. اليوم لما نلقوا قسم فيه 35-40 معناها مسألة التباعد انتهت. الحركة على مستوى الرواق على مستوى الساحة لما نرفع المخططات التنويب. وبعليش درناها؟ درناها لما يكون عندنا عدد من التنميذ في التنوين قسموها على أثنين. معناها نصف يقرأ صباح ونصف يقرأ العشياء بش نفرو أجواء تجسيد التباعد على مستوى المؤسسات. لما نرفع التنميذ يصبحون مؤسستين في مؤسسة واحدة وعلى هذا الأساس نحن دائما كنا نحذر من أننا نوصل إلى وضعيات سحية. الآن نحن في نهاية السنة في 2021 ما كناش نطالبوا بضرورة توقيف إحداث فاصل أو تعليق الدراسة. تعليق الدراسة نعم. كان المطلب بتاعنا هو يجب أن نستغل العطلة الشتوية لثلاثة أسابيع للعطلة الشتوية. يعني للتوعية. للتوعية والتحسيس من جهة ولتوفير الإمكانة المادية والبشرية من جهة تانية. باش الفصل الثاني مقدرون يتحكمه في الوضع. ولكن للأسف الشديد هذا الأمر. ولكن هذه الوقفة التي ندارت اليوم الآن. اليوم هذا القرار هو قرار أكثر من ضرورة. نحن هذا القرار كنا ننتظروا فيه لأن الأمور تفقمت. ومن الصعب التحكم في الأمر حتى التعليم 01-2021 التي فيها إجراءات ثلاثة في القسمة غلقون القسم ثلاثة في المؤسسة غلقون. لا توجدين فعلا لأن هذه الأمور لما تكون الإصابات بطيئة واليوم تظهر واحد غدوة اثنين. لكن لما نوجده في نفس اليوم يقولون أنه 180% موصاب. عشر أسات إذا مصابين. ربع إداريين مصابين. مساعدين تربائيين مصابين. مويدير مصابين. إذن الأرقام تزيد بسرعة. إذن الأمر يحتاج إلى قرار. نحن نرى بأن القرار جاء في وقته. لكن هذا القرار يجب أن نستغله. الآن نستغله الصحيح. نستغله في المنظومة الصحية. إذا سبقني نتكلم. الآن فيما يخص اللقاح. نحن دائما نطالب بتكتيف الحاملات التحسيسية والتوعوية. اليوم عندما يتكلم الدكتور ميرابت. أنا كنت نسمع فيه. ولمن تكلمني موش كيف كيف. هو ما يتكلم بوضعيات حقيقية ميدانية. والمستمع سيأخذ لأنه أو يتكلم معه دكتور في المجال. وبالتالي نقول لازم تكتيف العملية التحسيسية التوعوية. لماذا لا تكون هناك ندوات جوارية من أجل هذا التوعية والتحسيس. وجيب طمارها. أنا قلت حتى اللجان العلمية على مستوى الولايات. لا كانت تواصل. لا كانت هناك اتصال. لم يكون تواصل الناس. وبالتالي يصبح المواقع المختلفة على مستوى الصفحات. هي المصدر. ويصبح هو المصدر المعلومة. إذن نظل هذا من جهة. من جهة تانية أنا نقول. ونظل هذه نقدر نستشير أمامي الدكتور ميرابت. الآن في عز الوابع. العد الإصابات رهي كبيرة. لما نروح ندير حملات تلقيح. لما نروح ندير حملات تلقيح. أنا نظل بالأولوية الآن هي للاختبار التشخيصي الفيروسي. لازم الناس لازم نوسع هذا الضائر. لما الناس يعرفوا هل هو مصاب غير مصاب. وبالتالي لما نروح لعملات الحملات التلقيحية نروحه في مأمن. إذن التشخيص هو الآن أولوية ولازم نفتح مراكز على مستوى وحدات الكشف الصحي على مستوى المراكز الصحية. نفتحه باش على الأقل تكون بأتمان الناس يتكلم مع التشخيص. نتكلم مع التشخيص. نتكلم مع التشخيص. لا لا اللقاع أنا متافق معك. لكن التشخيص لازم كذلك نزيد ونشجع الناس باش يروح يدر التشخيص. ونظن في مرحلة التشخيص يجي معها التحسيس والتعيال اللقاع. في النقطة هذه لك أنا سمحت سعود نجاوبك شوف كل هذا البلدان يكونين تكلموا ليها والنسبة اللي حققتها بالنسبة للتغطية عن طريق تطعيم. قدرت الحملات التوحى وهي تعرف موجات كي مرانا أي شيء نوعا كدير. كل هذا البلدان. ما كان حتى بلاد يعني. ما شمستثنات يعني الموجة فيها فيها يعني. ما كان حتى بلاد انتظرت أنه الوضع يستقر ومن بعد كي يكونوا في مرحلة الاستقرار يروحوا ندروا الحملات لما يسوء الوضع أن يتوقف على الحملات. تبشي مع بعض بالتوازي من قدرش. شيء اللي ممكن ممكن نوفقك فيه أنه يعني في بلدان هذه كان فيه تشخيص يعني المستوى تشخيص عالي جدا. يعني الوسائل تشخيص متوفرة في بجانا في كثير من الدول بيسي بأثمان مقبولة في غيرها وكذلك بتعويض عن طريق التأمين. وهذا الشيء اللي أنا نطلبه بيحنا كميهنيين يعني أني نقول لك تشخيص هذا يا موش متوفر متجارل حتى الميهنية تاقطها السحر. واحنا نعمل يعني في الجبهة اللولة وفي نفينا من المصابين. لا تحت حد الأول والتشخيص كيف نوفر التشخيص لأكبر عد ممكن من المواطنين. بيقول الإجراءات هذه يجب أن نوفرها ونعمل عليها مع بعض ما نقدرهش نبقى في الجانب الوقائي والعمل بالإجراءات الوقائية على المستوى الشخصي. البروتوكولات الصحية اللي خاصة بالقطاعات والنشاطات لازم تمشي كذلك. لازم التوعية والتحسيس من توقفوش حنا توقفنا. عطينا انطباع المواطن وكأنه احنا الوضعية عنا متحكم فيها خرجنا من نفق. إذا كان هذه الصورة اللي تعطيها المواطن كيف راح تقنعوا باش يجي للوحدة للتطعيم ولا يدير لجراءة اللي قائمة؟ لا نحسوا باش يكون على المستوى الوعية. يعني هو كله عمل متكامل يعني التحسيس والتوعية. ربما فتكامل الدكتور سمح لانقاطعك بالنسبة لسعيد برقياد ربما هنتفيدنا في هذه النقطة كما قال الدكتور. راح نا كنا مرينا بالأزمة الأولى إذا كان وصلنا باش قدرنا نشريو يعني المكثيفات الأكسجين تعمل مليار وميتين اللي كانت مليار وميتين مليار وسبعمية وكذا. والحمد لله كانت مبادرات سواء فردية جماعية حتى من السلطات الرسمية. ووفرنا هذه المولدات اللي خلاص تخلصنا من الإشكالية اللي كانت كبيرة في النسبة غطاء الصحي. الآن أستاذ مسعود الرسالة تاعك وصلت على كل حال ربما يقول لازم ديروا وقفة حتى باش نراجع الأمر في المؤسسات التربوية. ربما شوفوا النقائس باش نقدروا باش نتحوش في إشكالات أخرى في التفشي الظاهرة هذه. والسلطات لما قامت بالوقفة عشر يام حتكون أحسن يعني وقفة باش لتقييم وكذا. بالنسبة لك الآن ألا ترى أنه لازم تكون هيبة جماعية أخرى من قبل سواء المواطنين ولا حتى السلطات. باش نوفر التشخيص لأنه الآن التحدي اللي أمامنا وتفوير التشخيص. التشخيص إذا كان الآن يدير ألف دينار ولا ألفين دينار أعتقد سعر تعموش بالسعر تعمو كثبات أكسجيلية بمليار ومئتين. أكيد أكيد هو اللجنة الصحية يعني اللي تصير ربما ما تعاملت يعني ما 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 على شريك كان عن نقابات وغير ذلك وما ما خضغتش بعين احتبار المخترحات وغير ذلك هذه مخترحة أنا سمحتها يعني منذ زمن أنه هناك مشكل مشكل يعني نتكلم على على سبب مثال دائماً إسبانيا هناك أسهيلات يعني تشخيص مجاني يعني ما كانش إشكال فقط يشكو يعني في بدرسة ولا في عائلة ما يشكوا باللي هناك شبهة عصابة يعني يكون التواصل مباشرة من الطبيب العائلة ويحدد لهم موعد ويقوموا بالتشخيص المجاني إذن نحن بعدين كل البعد وربما متأخرين كثيرا يعني نتكلمنا على أكثر من سنتين وما زالت حين في هذه الإشكالة وبالتالي لا بد من مراعاة هذا المطلب ومراعاة هذا الشهادة ماش متأخرين ولكن هذا الشهادة لا بد من معالجته على الأقل تخفيض الثامن لأنه الآن الفرق بين الأرقام الحقية والأرقام اللي ماش حقية أكيد رأي أضعف مضعفة بسبب هذا الإشكال يعني هناك صعوبة للإنسان أن يروح الشخص قد يروح الشخص وكما عنديش ربما ينتهي عشرالاف دينار هو عنده ربما في العائلة ربما لازم المجتمع المدني الجمعية والمهنيين حتى السلطات يعني كلنا نتعاون على الأمر هذا أكيد 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 لازم تكون حملة عامة للشخص تشارك فيها المجتمع المدني تشارك فيها الدولة يعني لإحماية المجتمع لإحماية المستفعالة لأنه مسؤولة جميع في النهاية وفي نهاية الحمية والمواطنين كلهم ذاكرك الأرقام بالنسبة لذكرات الأرقام ذاكرة المركز الإفريقية اللي مكافحة الأمراض اللي يقايم لها أمس فقط أنها إجمال الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل بلدان القارة في القارة الإفريقية أقصد ارتفع إلى عشرة ملايين وربعمية وواحد ألف وخمسة واربعمية وخمسة وتسعين إصابة كما سجلت ميتين واربعة وثلاثين ألف وربعمية وثمانية وستين حالة وفاة يعني تم إعطاء كذلك أكثر من ميتين وستة ملايين وثمانية وتسعين ألف مية وعشرين وثلاثين وعشرين اللي قاح في جميع الحالقارة بينما بلغ جميع الحالة التعافي تسع ملايين وكذا المهم وشارك المقارنة للأرقام هذه مع أوروبا والله هي مشكلة عقليات مشكلة تعامل نتكلم أنا مثلا على طريقة تسير الجائحة في إسبانيا هناك إجراءات صارمة والشعب الإسباني يلتزم بالإجراءات ما يلعبش يلتزم بالإجراءات مع ذلك الأرقام مرتفعة نتكلم على الأرقام ممكن تكون متقاربة وتكون يعني قاربة من الحقيقة نعم نتكلم على إفريقيا نفس المشكلة مطروح جزائي مجرد في إفريقيا ما كانش احترام للبروتوكولات يعني التقارب والتباعد وغير ذلك ما كانش احترام بإضافة إلى نقص الربما إفريقيا الآن الفاكسان يعني لحقتها يعني بالشروعات لحقها بمقارنة بالدول الأوروبية كلها عوامل تخلي الإقارة الإفريقية دائما ضحية عدم التوازن الإقليمي وعدم التوازن وغير ذلك أكيد عشر ملايين هو رقم ربما ممكن نضربه في اثنين شكرا نساعد بوقت القائلة القليل فقط نحاول نسرع بقبل نهاية الوقت بالنسبة لدكتور ميرابت بالنسبة للوزارة السحك كشفت أنو 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا مسجدة كوفيد-19 وحسب آخر إحصائي لذات الهيئة فإن 9 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بفيروس كورونا فيما سجلت 21 ولاية أزيد من 10 حالات ما تعليقهم عن الأرقام هذه هي خريطة الوبائية حسب التحريات والمعطيات المتوفرة بما فيها ما يصل الوزارة لأنها هي التي تجمع كل المحصيلات على الشيء الذي كان يخص الوباء نعم ومن الذي بدنا تقريب من الذي بدأت الجايحة ونحن في هذا الوضع تقريب كان عشرين ولاية كمعدل من الذي بدأت ونفسها ولاية الداخلية ولاية الجنوب خاصة ما يشمعنيها بالوضع الوبائي والحمد لله لأسباب ممكن متعلقة بالملاخ من الأسباب ممكن متعلقة بالكثافة السكانية اللي مرأيش بنفس المستوى اللي في الشمال يعني كل ما يكون فيها كثافة سكانية يكون فيها اكتظار يكون فيها تطبيق البروتوكولات أصعب وكل ما يكون فيها تنقل أشخاص كذلك من مكانين مكان بسرعة وسائل النقمة متوفرة نظن في المناطق الجنوبية والداخلية الكثافة السكانية أقل فيها شاساعة يعني في المسافات بعيدة نسمة القلش كثير ونظن هذا عمل يعني إلى جانب الممكن المناخ خلاهم يعني في أكثر عرضة عفوا للإصابة بالمورد شكرا دكتور للمخرج يشيري لنهاية الوقت بتعتلي نقطة أخيرا طلحها لكي تعتقد الدكتور ولكن معلش أنت جاوبنا على يا سيد مسعود وزارة الخارجية في بينها وجهة المناصرين المشجعين المتجهين إلى الكاميرون وإحنا اليوم عدنا مقابلة مصرية المورور إلى الدور الدور ثاني بإن الله تعالى تقول باللي بالنسبة للكاميرون ما كاش حالت بزاف يعني إصابة على الكوفيد كذا فقط حذرت من المناصرين من مالاريا هو مرض مالاريا مرض شائع في الكاميرون منتشر في بلدن إفريقية منتشر بلد إفريقية في شكل كبير والإجراءات اللازمة لازمة الوقت من لدغات الباعوض واقتصار على شرب الماء المياه المعدنية بدل من الماء الحنفية أعطينا كلمة أخيرة منكو خلاص والأحتيات من الأمراض بأنواعها والأوبئة بأنواعها هذا أكثر من ضرورة وأنا قلت باللي هذه الثقافة التي يجب أن نمتلكها نحن كجزائريين وهذه فرصتنا اليوم في هذا الوضع الصحي نظن باللي خصوصا مع الشباب خصوصا مع أطفالنا لازم نستغل هذا الوضع لأن الكل مركز معنا مدام الكل مركز إذن ضروري أننا نمرر الرسائل ونبنيه ثقافة صحية في المجتمع وإن شاء الله تكون شكرا جزيلا لك مسعود بوديبا الناطق الرسمي باسم لقابة كناب تاست شكرا جزيلا لك سعيد بن رقيا رئيس اتحاد العام للجزائرين بالمهجر دكتور لياس مرابط رئيس نقابة موارسية الصحة العمومية شكرا جزيلا لك وإن شاء الله كما قلت تكون وعاية أكثر نحن خلصنا خلاصة القول أنه لازم يكون فيه تشخيص لازم يكون تشخيص كما قلت الفترة ذي 10 أيام ما تكونش فترة للراحة والغفلة بل يجب أنها تكون فترة لوقفة مع الذات ووقفة للتشخيص ووقفة لحماية بعضنا البعض واتخاذ تدبر إجرائي الوقاية أكثر حتى نحمي نفسنا إن شاء الله ونتفدو هاتي الجائحة ونتمر بسلام إن شاء الله شكرا جزيلا لكم وشاهدنا الكرام إلى عدل لاحق دون تفير رائعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة